أهلا سهلا بكم مرحبا بكم في حلوة جديه وصفة جديدة مع وصفاتي دايون معكم هذه الوصفة الجديدة أول مرة على اليوتيوب رح تشوفوها بالنسبة المقادر رح نبدأ المقادر تعنا هنا عندي استعملت سوج صفار بيض مع حبة كاملة كذلك عندي كاس سكر مع كاس مايزينا و كذلك 250 جرام زبدة فانيليا و كيس خاميرا و الفارينا طبعا هندكتب لكم المقادر التحت في الأسفل هكا بش تشباو عليهم اول حاجة رح ندير الزبدة تعنا كما راكم تشوفو مع السكر غلاس رح نخلطهما مع بعض بيدينا اسكو حيبين ديرو باتور عليكم الاختيار يعني حيبين ديرو الباتور ولا لالا هنا تبقى لكم الحاجة اختيارية ميرجوز كايد الحلوة بزاف خفيفة ما تحتش انكم ديرو فيها في بيتخا ولا الباتور قلت لكم حلوة بزاف بنينة و كنت حبها من كت صغيرة و كي كبرت و وليت نعاف نخدم يعني شوية حلوة قلت جبت الغوسات و قلت نشاركها معاكم حلوة بلا طبع بزاف ابنينة انا هايما راه يتعاون فيها نقولها ميخسي ميخسي بوكو ايدو حشتك بزاف بزاف ابي اسوق هنا عندي اه نحط البيت تعنا كذلك مع السكر غلاس و الزبدة اذا حب نديرو الزبدة و مع السكر غلاس مكش من شكل اه عندكم طريقة يعني ازال تحضير خياري اهنا يمتهمش اكاد الكندر ترشة بانيليا اذا شفتوه انا راح نخلط كامل هكا حتى يولينا القوام التاعو كريمي بعد ما يولي قوام كريمي راح نضيف الميزينة اضبتش الميزينة حنضيف الميزينة ابي انشوق راح نضيف الميزينة ونخلط اه افخيص راح نضيف الخامير الكيميائية مع الفارينة وخلطهم غرا يتشكلونا لغاية ما يولونا على الشكل قوام التحهم عجينة وات lengths منال تعجينة لو انها تضيف الميزينة قوام يونادة خسارك here ت tipo ميزينة الحلو lugares حلوة جدي انه جدي كان يحبها بزاف هذه الحلوة سبوخصا عطينا لها اسم حلوة جدي وكاين جوسيبا كان يشبه الشعيرية يقولون لها شعيرية كل واحد عادوش يسميها وكذلك هنا تحبوا تضيف لها الكاكا كما تحبوا انا نحبها انا بديت نضيف الفارينة شوية بشوية غير المو العجينة شوية هذا البول العياني شغلتين وعادة تلسقلي فيها العجينة من احسن انتع سجاجها دومة من احسن انكم تخدموا فتاع بلاستيك ولا حاجة هكا هنا بعد ما تلمتلي العجينة هايلك اخلكم قاومتها حيكم كما تعلي سابلي راح نخدموها كان يخلوها تريح انا ما خليهاش تريح اي بيصور نخدمها ديغاك دومو هنا راح نوريلكم التشكيل تعنا راح ناخدو الكمية لحساب الحبات حكم شو راح نحبين نديرها لانو راح تنتفخ هنا اللي حيبين نديرها كبيرة ديروها كبيرة واذا حيبين مش كبيرة ما ديروهاش كبيرة حفوان اذا الصوت راجيكم عيان باسكو راني مريضة وان ندلكم في المونتاج اي باسكو راني نعاود في الصوت وانو درتو صالي خلل في الصوت اكس اتغار راني معاود لكم فيه ونزيد راني مريضة سمحولي على صوت ادارة هوعيان اهنا راح نوسي هاد الشكل التاعحة بهاد الشكل نديرو شغل حربوش بعد نديرها كالحباتها الشعير بهد الشكل راح نوريلكم حبا واحد اخرى هكا باش تفهموا الطريقة مليح مليح قلت لكم ناخدو العجيناكين يحبو توزنوها ما توزنوهاش ثم لكم الخيار يعمل احسن انكم توزنوها سوختو اللي ماشي مال في خدمها كبش جيكم عينكم ميزانكم نديرها بهد الشكل من التحت بهد الشكل كالحبات اتمر وبعد ندير بالاطراف تالي يدينا بهد الشكل نرققها مع الطراف وزيدنا نرققها من الجهة الاخرى وتقول لكم شعيرات تحكم جاهزة نحبات تحكم دا الحلوة جاهزة ونطيبوها مدة يعني عدر سحرة 180 درجة لمدة 28 دقيقة لنسعة لحساب الفرن اتحكم ان شاء الله هذه الوصفة تعجبكم وتنال يعني دوقكم مزاف سهلة وبنينا جربوها وعطوني رايكم انا رح نكمل بقية الكمية ونعود نولي لكم هالك هنا رح نحطهم في الفوري طيبو كما قل لكم 180 درجة على 20 دقيقة الى 30 دقيقة نحطهم في طيبو ونعود نولي لكم هنوملك حبيبات تعملها طابولي كما راكم تشوفوا ما عليش تحمروهم ملتحت لانو قد ما تتحمر لكم ملتحت جيكم مليحة وكان يخلوها بيضة مكش مشكلة انا رح نلسق هان هادي تلسق بالشيكولة وناخدوزوش حبات السباس وحكاية تلسقوهم بالشيكولة هنوري لكم نغمسوها كاك الحبات تعمل في الشيكولة اين نزيدو نجيبو الحبات اين نغمسوها كدلك في الشيكولة ما توسوها شكاية لانو اذا وسينا هادي غاكتموها كاك مشترح تترمض لكم الاطراف كيف كيف لانو اوريت لكم لازم بيضوش نغمسوها في الشيكولة بهدي الشكل بعدو نغمسوها في الشيكولة هنقطرها غير شوية برق ماشي بزاف اين رمضها في اللوز اذا لانو اذا حيبين ترمضوها بالنواة كوكو لانو هنا هي ترمض بجزء الهند انا هنا درت باللوز كان مرحي عندي درت باللوز ما درت بالنواة كوكو ابي سعود عندكم مواة كوكو ديروا نواة كوكو ورمضوها بمن حبيته ان شاء الله وصفتان اليوم كانت عجبتكم اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ولا شاركوا هذه الوصفة